موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة موسيقى في الأجندة هذا الأسبوع على أجواب عام جديد ماذا ننتظر في اليمن تركيا والمشي في حقل الألغام الدولية موسيقى موسيقى العام الذي شهد أحداثاً مأساوية وتحولات كبيرة في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً عالمنا العربي وبعد ساعات سيطل علينا عام جديد لا ندري على وجه اليقين كيف ستكون ملامحه ومع كل يوم جديد نتذكر كول بشار بن بورد على لسان امرأة تنتظر عودة زوجها الذي طال غيابه في طلب الرزق ارجع إلى زمن ارجع إلى وطن نلوذ به ذهب الزمان وأنت منفرد ترجو غداً وغد كحاملة في الحي لا يدرون ما تلد لكن وإن كنا لا ندري على وجه اليقين ما يحمله لنا العام الجديد إلا أن بالإمكان استشراف بعض ملامح المستقبل على ضوء ما بين يدينا من حيثيات الحاضر وبالنظر إلى هذا الحاضر هناك من يعتقد أن العام 2017 سيكون أفضل نسبياً من العام الفائت إذ يتوقع هذا البعض انخفاضاً في حدة التوتر الدولي نتيجة لإغلاق بعض الملفات وعلى رأسها في مقدمتها الملف السوري ونتيجة ربما للإنهاك الذي شعرت به بعض الدول والجماعات خلال الأعوام الخمس الماضية وإلى غير ذلك حلقة اليوم في محورها الأول تحاول معرفة الحيثيات التي بنى عليها هذا البعض المتفائل تصوره أو تفاؤله عن العام 2017 في المشهد اليمني تحديداً أما المحور الثاني من الحلقة فسنخصصه للتعليق على اتهامات الرئيس التركي أردوغان اتهاماته لدول التحالف وأمريكا تحديداً بدعم داعش ومنظمات إرهابية أخرى في معركة كوباني لما لهذا الاتهام من دلالات على الوضع في منطقة الشركة الأوسط بصورة عامة ونحن نقول دائماً أن فهم ما يجري في غرف اللاعبين الكبار يسهل علينا فهم ما يجري في بلداننا الصغيرة على مستوى المشهد المحلي اليمني لا يمكننا الحديث عن تحولات نوعية كبيرة حدثت خلال العام الماضي 2016 سواء في المشهد السياسي أو في المشهد العسكري لكن بالطبع هناك تحولات تراكمية بسيطة لها دلالات إيجابية بالنسبة لكوى الشرعية في اليمن نسميها كوى الشرعية والمستقبل أنا أفضل تسميتها بكوى المستقبل لأن إرادة الدخول إلى المستقبل هي الحد الجامع بين مختلف مكونات وكوى اليمنية التي احتشدت حول الشرعية على الرغم من كل التباين الذي قد يكون بين هذه المكونات داخل المكون الكبير للشرعية مهما كانت طبيعة المستقبل الذي ينشده كل مكون من المكونات الشرعية إلا أن الجميع متفق على ضرورة إنهاء الصيغة السياسية التي حكمت الماضي الصيغة السياسية التي شاءت الأقدار أن تجمع الماضي كله في مركب واحد هو مركب الانقلاب في جناحيه الإمامي والمناطقي إذن هناك تحولات محدودة في ما يخص المشهد اليمني لكن دلالتها فيما يبدو إيجابية فما هي هذه التحولات يا ترى؟ أو ما هذه الحيثيات التي تجعل البعض يشعر بأن العام 2017 سيكون عاما مختلفا أكثر إيجابية إلى غير ذلك لعل أول ملمح يعزز الإيجابية والتفاؤل هو ذلك الحضور المتنامي لقيادات الشرعية في المشهد المحلي يعني رئيس الجمهورية يقضي أطول فترة بقاء في عدن منذ خروجه منها يعقد فيها اجتماعات يزور المناطق الشرقية ويجلس مع أهلها ويضع حجر الأساس لبعض المشاريع ويتحرك بأريحية في المناطق الجنوبية في صورة تدل على أن مستوى الأمن في هذه المناطق كانت تحسن بصورة نسبية وفي المقابل أيضا هناك في الطرف الآخر هناك نائبه علي محسن الأحمر يقوم بزيارات مضطردة في الأيام الأخيرة إلى جبهات القتال ويعقد لقاءات متتالية مع القيادات العسكرية في مارب وأيضا هناك رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر الذي استكر في عدن مع بعض أعضاء الحكومة منذ فترة كل هذا كل هذه الشواهد تدل على أن مستوى الأمن والاستقرار في المناطق المحررة والتي بكفضة الشرعية كتحسنت تحسناً بطيئاً نعم لكنه متنامي وهذا هو الأهم وحينما نقول أن مستوى الأمن كتحسن في هذه المناطق فإنما نعني أن أصابع الانقلابيين وأصابع الجهات الأجنبية الداعمة لهم التي كانت تعبث في هذه المناطق كالتراخت أو أنها في تراخ مستمر سيتلاشى تماماً مع الوقت وبمقارنة المشهد الأمني في نهاية العام 2016 مع هذا المشهد في نهاية العام يتبين أن الزمن يسير لصالح الشرعي وهذا يعني مؤشر من مؤشرات التفاول مؤشرات النجاح ودواع التفاول الوضع في حضرموت أكثر استقراراً الوضع في عدم أفضل بصورة نسبية الوضع في مأرب متحسن كثيراً بسبب تحسن أداء الأجهزة الأمنية هناك بحيث تمكنت هذه الأجهزة خلال الشهور الأخيرة من إحباط عمليات تهريب سلاح تهريب شحنات مخدرات مخدرات تهريب معدات عسكرية كلها كانت متجهة للانكلابيين طبعاً الانكلابيون يتاجرون في كل شيء وهم محتاجين كل شيء محتاجين السلاح ومحتاجين المخدرات يعني لأنها مصدر من مصادر تموين يعني مصادر الدخل المال كما أنها أيضاً مادة للمقاتلين كما أحبطت هذه الأجهزة الأمنية في مأرب عمل الخلايا الإجرامية التابعة للانكلاب في المدينة أحبطتها إلى حد كبير وهذه كلها كما نقول إنجازات ستظل في حالة تنامي في الأيام القادمة إلى أن تصبح أجهزة الشرعية متماسكة وصلبة وتوازي أو تتفوق على أجهزة الانكلاب التي هي أجهزة الدولة العميقة هناك ملمح إيجابي آخر في المشهد المحلي حيث شهدت الأسابيع الماضية حراكاً عسكرياً متنامياً في مختلف جبهات القتال مع عصابة الانكلاب فقد تمكن الجيش الوطني في هذه المناطق من تحقيق تقدمات لا بأس بها في هذه الجبهات في وادي بيحان في محافظة شبوى في منطقة نهم سلسلة جبلية في محافظة صنعاء في تعز إلى حد ما ومهما كانت الإنجازات محدودة على المستوى العسكري فإن تناميها مجرد تناميها ببطء يعد مؤشراً إيجابياً وهذا يجرنا إلى مسألة طال فيها الكلام وكثرت فيها الأسئلة دون أن تجد جواباً كافياً أعني هذا البطء الشديد لحركة الجيش الوطني باتجاه كسر الانكلاب واستعادة الدولة والجمهورية هناك من يتساءل عن أسباب هذا البطء في حركة الجيش هل هي أسباب ذاتية كامنة في الجيش نفسه أم هي رغبة رغبة الدول داعمة للجيش الوطني أم هو فيتو أمريكي يرفض إسقاط العصابة الانكلابية أم هو هذا كله وغيره طبعاً الإجابة الشافية على هذه الأسئلة غير متوفرة الآن لكن بالإمكان توقع يعني بعضها وخصوصاً تلك المتعلقة بالجيش الوطني والمشهد العسكري في اليمن فعند الحديث عن الجيش الوطني ينبغي أن نتذكر مجموعة حقائق أولها أن عمر هذا الجيش لا يتجاوز العامين وهي فترة محدودة جداً مقارنة بقوات الانكلاب التي أخذت قسطاً كافياً من التدريب والتأهيل العسكري على مدى سنوات كثيرة وثانيها أن الجهاز الأمني الداعم لوجستياً لعمليات الجيش الوطني إن وجد أصلاً فهو ما زال في فترة المهد أو الطفولة وليس لديه خبرة ولا خبرة ولا إمكانات وتراث الأجهزة الأمنية التي كانت للدولة العميقة التي بيد الإنكلابيين الآن هذا سبب ثالث وحكاية ثانية الحكاية الثالثة أن الخيارات العسكرية يعني أمام قوات الشرعية ليست كلها متاحة أمام الجيش الوطني كما هي متاحة أمام قوات الانكلاب يعني على سبيل المثال يمكن لعصابة الانكلاب أن ترسل الصواريخ ذات القدرة التدميرية العالية كصواريخ سكود وغيرها بإمكانها أن ترسلها إلى مناطق الشرعية دون أن يعني يشعروا بأي إحساس بالذنب في حين أن قوات الشرعية لا تستطيع الرد بالمثل لا تستطيع إرسال صواريخ بهذا الحجم التدميري للمناطق التي يسكن فيها مثلا الانكلابيون لا يستطيعون لأسباب أخلاقية قبل الأسباب السياسية الشرعية يعني من ضمن عناصر قوتها أن لديها يعني قيم تحاول التبسك بها لو تنازلت عن هذه القيم ستصبح هي والانكلاب في صف واحد وهذا ليس في صالحها ولولا أن مأرب مزودة بمنظومة حماية ضد الصواريخ لكانت صواريخ الانكلابيين قد سوتها بالأرض يعني صواريخ الانكلاب بشكل أسبوعي تقريبا لم يكن يومي تسقط على مأرب كما أن القيادة الشرعية يعني تراعي جانب الخسائر في الأرواح قدر الإمكان خاصة أن الطرف المهاجم عادة يخسر أكثر من الطرف المدافع والطرف المهاجم هنا هو الطرف الشرعية أما الانكلابيين فلا يبدو أنهم حريصين على أرواح أفرادهم وهم مستعدون من الناحية الأخلاقية لإكحامهم في أي محركة تحقق لهم بعض المنافع وإحنا شفنا كيف كانوا يرسلوا بمجاميع إلى الحدود السعودية للحصول على لقطة تعزز معنوياتهم في الجبهة لقطة تلفزيونية يموت يعني أفراد وراء أفراد في كل مرة يذهبون فيها للتصوير هذه مسألة أيضا ينبغي اعتبارها أخيرا فإن طبيعة مسرح العمليات العسكرية أمام الجيش الوطني معقد إلى حد كبير وخصوصا في البعد الجغرافي الذي يعرف جغرافية منطقة نهم مثلا يعرف ما نعنيه سلسلة جبلية طويلة جدا ومعقدة للغاية وليس من السهل اجتيازها خاصة مع وجود الشبكات الألغام التي وضعها الإنقلابيون في مختلف الأماكن ومع أيضا نقص المعدات والأجهزة اللازمة للجيش الوطني وهناك كلام سنتركه للتاريخ إلى أي مدى الجيش الوطني مجهز لمواجهة الإنقلابيين أخيرا هناك أيضا حيثيات في المشهد الإقليمي تجعلنا يعني نرجح أن العام 2017 سيكون أكثر إيجابية بالنسبة لجبهة الشرعية والمستقبل في اليمن فانتهاء الصراع في سوريا وخروج مصر من التحالف العربي الذي شكلته السعودية وعودت سلطنة عمان إلى السياق الخليجي ومغادرة الإدارة الأمريكية الحالية التي أمدت الحركة الانقلابية بكثير من الماء والهواء وتحسن المالية العامة في المملكة العربية السعودية للعام 2017 مقارنة بالعام الذي قبله مع تقليص عجز الميزانية لديها مقارنة بالعام الماضي كل هذه الأحداث تصب في صالح موقف الشرعية اليمنية لمواجهة الانقلاب بصورة من الصور لأنها بمجموعها ستعزز موقف المملكة السعودية ودول الخليج في مواجهة التهديد الإيراني صحيح أن المعركة في سوريا قد انتهت لصالح النظام النظام الموالي لإيران إلا أن غنيمة إيران من التصفية لن تكون كبيرة بقدر الخسارة التي لحكت بها على كافة المستويات من تدخلها في سوريا إيران اليوم منهكة اقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا وهذا هو الأهم منهكة أخلاقيا إلى حد كبير وأمامها أو أمامها تحدي جديد بعد انتهاء معركة سوريا هو تحدي روسيا نفسها روسيا التي يبدو أنها غير مستعدة لإعطاء إيران من غنائم سوريا غير عظمة ناشفة هي بكاء النظام الطائفي مع صلاحيات أقل لهذا النظام وأمام إيران أيضا تحدي ترامب القادم على حصان الانتهازية البراغماتية الجموح ترامب الذي لم يقنع بغناء أمريكا من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ولم يكتنع بتوسعها الامبراطوري في المنطقة في مقابل ذلك فإن الاتحاد الخليجي في نهاية العام 2016 أقوى منه في بدايته بعد أن تمكنت السياسة السعودية من لملمة شتات هذا الاتحاد وترميم علاقاته التي تصدعت في فترة الملك عبد الله فقد عادت العلاقات السعودية القطرية أحسن مما كانت خلال هذا العام وفي اليومين الأخيرين عادت سلطة عمان سلطنة عمان عفواً إلى سربها الخليجي بطلبها الانضمام إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وهو التحالف الذي تقوده السعودية بالطبع كما أن حدة التوتر بين النظامين الإماراتي والكطري كتخفتت إلى حد كبير وفي الكويت أيضاً تمكن الإسلاميون وهم خصوم إيران من الحصول على نصف مقاعد البرلمان الكويتي إذا أضفنا إلى هذا كله كما قلنا تحسن المالية العامة للمملكة السعودية وتقليص نسبة العجز فيها عن العام الماضي وتنويع مواردها وهذا أيضاً مهم لم تعتمد على مورد النفط فقط عددت في الموارد مع زيادة الإنفاق هذا كله إذا عملنا حسابه فإننا نكون بإزاء مشهد يتعزز فيه دور المملكة السعودية ومن معها في التحالف العربي ويتراجع فيه دور المحور الإيراني أو دور المحور الإيراني إلى حد كبير وهو ما يعني في النهاية قوة التحالف أو قدرة على حسم المعركة في اليمن لصالحه وصالح الشرعية بعد أن تنازل عن ربما تنازل عن حسم معركة الشام ربما هناك مقاصة ربما أن السعودية يعني تنازلت قليلاً في ملف الشام لتضمن ملف اليمن مشاهدين الكرام سنذهب إلى فاصل كصير ونعود بعده للحديث حول تركيا في مرمى المخططات التي تدور في المنطقة والأبعاد التاريخية لهذه المؤامرة التي تحاك ضد تركيا فلا تذهبوا بعيد مرحباً بكم قبل أيام صرح الرئيس التركي بكلام جريء اتهم فيه قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بدعم الفصائل الإرهابية بمدينة كوباني على الحدود التركية ومن بينها تنظيم داعش وقال الرئيس التركي أردغان إن لديه وثائق وتسجيلات مصورة أفلام وغيره تؤكد أن هذه الدول ويشير إلى أبريكا تحديداً ضالعة في دعم داعش وتصائل كردية مصنفة لدى تركيا ضمن كائمة الإرهاب دعونا نجتمع إلى تصريح الرئيس التركي أردغان ثم نعود للتعليق عليه ماذا كانت تقول قوات التحالف في البداية؟ كانت تقول إنها ستحارب تنظيم داعش الإرهابي إلى النهاية والحقيقة أنها كانت تتهمنا نحن بدعم داعش والآن اختفوا جميعاً بل بالعكس هي تقدم الدعم لمجموعات إرهابية بما فيها داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي هذا واضح إننا نؤكد ذلك بالأدلة بالأفلام والصور والتسجيلات طبعاً هذا تصريح جريء بالفعل لأنه يضع المخرز في عين أمريكا ويسيء إلى سمعتها في عزمة تملك على وهو مكافحة الإرهاب فحين يكون رئيس دولة بحجم تركيا إن أمريكا التي تتزعم الحرب على الإرهاب هي التي تدعمه وأن لديه الأدلة الكافية على ذلك فإنما يضع هذه الدولة في الزاوية الحرجة أمام العالم وتضع إدارتها السياسية في وجه شعبها الذي يعتقد أن حكومته أشرف من الشرف وهذه صورة من صور استعداء هذه الدولة فكيف إذا كانت هذه الدولة هي أمريكا ما الذي جرأ الرئيس أردغان على هذا التصريح ولماذا وصل الحال بتركيا والغرب إلى هذا المستوى من انعدام الثقة الإجابة على هذا السؤال قد تسهم في تجلية المشهد في منطقة الشرق الأوسط برمته كما نؤكد دائماً الإجابة على الأسئلة الكبيرة تساهم في فهمنا للمشكلات الصغيرة والإجابة أيضاً ستعزز ما ظللنا نردده في هذا البرنامج من وجود مخطط لإعاقة أي نهوض في المنطقة العربية والبلدان الإسلامية المحاذية للغرب المتابع للشأن التركي لابد أن يدرك أن لتصريح أردغان المشار إليه سياك سياك قديم وطويل في تاريخ تركيا فالأتراك يدركون أنهم محاطون بالأعداء من كل اتجاه يقولون أنهم محاطون بالبحر والأعداء وأن هذه العداوات تنشط أكثر عندما تنهى التركية أو تغادر حالة الضعف لأنها طالما كانت ضعيفة فستظل تتلقى الإملاءات والتوجيهات من الغرب القوي وهذا طبعا ما تدركه كل الأحزاب والقيادات السياسية التركية تقريبا وهذا أيضا هو الذي جعل هذه الأحزاب تحتشد على صعيد واحد في مواجهة الانقلاب الذي كاد يطيح بحكومة أردغان في العام الماضي مع أن معظم هذه الأحزاب علماني معارض لحكومة أردغان هذا الوعي السياسي الرفيع هو الذي أنكذ تركيا في الأون الأخير من الوقوع في الفخ أقول أن هذه القيادات السياسية التركية بمختلف توجهاتها وهي قيادات معارضة تدرك جيدا طبيعة المخطط الذي يستهدف تركيا قيادات معارضة وغير معارضة يعني وحكومية تدرك المخطط الذي يستهدف تركيا وتدرك أن هذا المخطط ليس جديدا بل يعد له من فترة طويلة ربما تعود على أدنى حد إلى بداية تسعينيات القرن الماضي وسنأتي بالدليل على ذلك بعد قليل يدرك القادة الأتراك أن أعداء تركيا يخططون لتفكيكها عبر أكثر من طريق وفي مقدمة هذه الطرق دعم الفصائل الكردية المناوئة لها يعني الفصائل الموجودة في الحدود العراقية السورية ويدركون أيضا هذه القيادات السياسية التركية تدرك أن هؤلاء الأعداء يفكرون في جر إيران إلى هذا المستنقع لإضعاف تركية أو تفكيكها ولهذا عملت الحكومة التركية الحالية خلال الفترة الماضية على إدارة ملف الأزمات في المنطقة بحذر شديد فمن ناحية عززت علاقتها بإيران على الرغم من أن هذه الأخيرة تعمل ضدها في الملف السوري لكن تركيا تجاوزت هذا البعد وعملت على تحسين علاقتها مع النظام في إيران لأنها تدرك المخطط هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لما وجدت أن حلف الأطلسي يريدها أن تنجر لصراع فردي مع روسيا صراع تركي روسي وصراع فردي مع الجماعات المسلحة الكردية والمتطرفة دون أن يقدم هذا الأطلسي أي مساعدة حقيقية لها لما وجدت ذلك تركيا لما وجدت أن الغرب أيضاً قد اشترك في مؤامرة الانكلاب الأخيرة بشكل من الأشكال لما وجدت هذا كله قررت الذهاب لإقامة علاقات مع أكل الخصوم مكراً أعني الدب الروسي وهو بالطبع ما أزعج الغرب وأزعج أمريكا تحديداً هذه العلاقات الجديدة بين تركيا وروسيا أثمرت تفاهماً على إنهاء الحرب في سوريا ينقذ ما يمكن إنكاذه للسوريين الذين أخذ لهم العالم كله ويوفر لروسيا بعض مصالحها وماء الوجه في المنطقة ولمن لا يعرف سياك التآمر على تركيا يمكنه متابعة هذه المادة الفيلمية التي يظهر فيها رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان وهو يتحدث إلى أعضاء مجلس الأمة التركي في العام 1992 تقريباً يتحدث إليهم عن مخطط تكسيم تركيا بعد إسقاط نظام الرئيس صدام حسين نتابع المادة الفيلمية في الرياض يقول عقيد أمريكي لأحد صحفيين وهو يؤشر بيده على الخارطة ويقول هنا ستشكل دولة كردية ستنتهي الحرب وينهار صدام هذا الكلام في بداية حرب الخليج سينهار صدام ولا تبقى دولة في هذه المنطقة فيتولد فراغ بسبب غياب سلطة الدولة الأكراد سيشكلون الدولة ويملؤون هذا الفراغ وربما يطلبون من تراب تركيا وعندما قيل له بأن تركيا قد صرحت بأنها لا تقبل هذا وحينها ستصطدمون مع بعض وعندما قيل له مرة أخرى بأن تركيا لديها جيش منظم وأسلحة ومدافع ومدرعات وذبابات وطائرات وصواريخ فكيف يواجهون هذه القوة الكبيرة؟ الكلمات التي قالها العقيد الأمريكي هي هذه إن الأكراد الموجودين في شمال العراق ستكون لهم عن قريب أسلحة كثيرة إذن هذه مخططات قديمة ومدروسة وليست بنت اللحظة أو بنت التداعيات التلقائية كما يعتقد البعض ومعرفتنا بها ستساعدنا على تبسير ما يجري في المنطقة بكاملها ومنها بلادنا اليمن كما قلت في الحلقة الماضية قد يبدو حديثنا حول هذه النقطة مكررا أحيانا لكن في الحقيقة نحن في كل مرة نأتي ببرهان جديد أو مدخل جديد يعزز المقولة الأساسية لتبسير الصراع في الشرق الأوسط كما يسمونه ودائما ما تكون إيران هي العامل للمشترك بين بؤر الصراع جميعا في هذه المنطقة وهذا اللي يخلينا نتكلم عنها دائما لأنها موجودة في كل بؤر الصراع هي حاضرة على حدود تركية في الحرب السورية كما هي حاضرة على حدود السعودية في الحرب في اليمن وهي تغذي كل بؤر الصراع بوقود الطائفية والمذهبية اللي هو بطبيعته سريع الاشتعال نكرر دائما هنا قول هذا لأن الطرف الانقلابي في اليمن الحوثيون والاتباع المخلوق هذا الطرف يحاول أن يمنح معركته مع الشرعية مقاما رفيعا حين يوهم أتباعه بأنه في معركة مع الخليج والسعودية والصهيونية والأمريكان والجنجويد كما يقول البعض هو هذا الطرف يريد أن يمنح معركتها الساقطة بعد محترم في حين أنها معركة غير محترمة هي معركة مع يمنيين مع الشرعية مع الديمقراطية مع المستقبل مع من يريد العدالة في اليمن لكنه لا يريد أن يقول ذلك يوهم أفراد الداخل يعني يوهم أتباعه ومقاتل بأنه يحارب حرب شريفة حرب عظيمة ونحن نحاول أن نوصل الصوت الحقيقي أنه مجرد كائن وظيفي يقوم بخدمة الأجندة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة علم ذلك أم لم يعلم يجب أن تصل هذه الرسالة ولولا هذا الدور الوظيف الذي يقوم به هذا المكونات الانقلاب لولا هذا الدور الوظيف الذي تقوم به هذه العصابات ما سمح لها بالظهور ولا سمح لها بالبقاء حتى الآن من قبل القوى التي نعرفها كيف تتصرف عندما تشاء وعندما نقول إنه يقوم بدور وظيفي الانقلاب فإننا نعني أنه هو في ذاته لا قيمة له لا قيمة له عند مستخدمي وأن وجوده السياسي سيكون مهدداً يوماً ما عندما ينتهي من القيام بدوره الوظيف المحدد مثل الممثل مجرد ما يخرج من خشبة المسرح خلاص انتهت قيمة بالنسبة للمنتج وهذه الرسالة يجب أن تصل إلى أكبر قدر ممكن من أنصار العصابة الانقلابية في صنعاء خصوصاً أولئك البساطاء الذين يقدمون أنفسهم وعموالهم في سبيل الوهم الوهم الذي صنعه خطاب الإمامة والانقلاب هذه الرسالة لابد أن تصل لأنها إذا وصلت بشكل متكرر ومدعم بالشواهد لابد أن تترك أثرها في أذهانهم ولو بإضعاف المعنويات كما أن هذه الرسالة رسالة الصراع الواسع الذي نؤكد عليه دائماً نحن في صراع أكبر من صراع محلي داخل اليمن صراع يقوم فيه الانقلاب بدور وظيفه لصالح قوى كبرى إذا وصلت هذه الرسالة ويجب أن تصل إلى أنصار الشرعية ينبغي أن تصل إليهم لتعزيز موقفهم الموقف الحجاجي الحجة أمام الحملات الدعائية لأجهزة الانقلاب لأن حجة الدفاع عن الشرعية وحدها لا تكفي في معركة مع جماعة تفخخ حقول أتباعها بأوهام الإيدولوجيا مفهوم الشرعية قد يكون له تأثير كوي في مجتمعات تقدر معنا لديمقراطية وحقوق الإنسان والشرعية لكن مجتمعاتنا تقدر معاني أخرى حدثها عن الصراع الحقيقي الكبير وربما تستجيب أكثر وأسرع نحن بالتأكيد لسنا في مقام الدفاع عن نذهب أو طائفة كما نقول دائما فالمعارك الطائفية هي أسوأ خيار يمكن أن يكترفه شخص وإنما نحن في مقام كشف المخططات السياسية التي تجرنا إليها بعض الجماعات تجرنا جميعا إلى الهاوية وعندما نتحدث عن دور إيران فإنما نصف واكع معروف للجميع واكع يعرفه الجميع بما فيهم بعض قيادات الشيعة وبعض محبي مؤسس الدولة الإيرانية يعني واحد مثل مؤسس حزب الله اللبناني المؤسس السابق وعمينه العام السابق صبح الطفيلي هذا رجل من محبي الخميني والثورة الإيرانية لكنه قال كلاما كثيرا عن أخطاء إيران وعن أدواتها المذهبية في المنطقة وعن تصرفاتها التي تخدم في نهاية المطاف روسيا وأمريكا وها هو في تصريح قبل أيام يقول بكل وضوح أن إيران تشترك في مؤامرة غربية لإضعاف تركيا وتكسيمها دعونا نتابع كلام الطفيلي تركيا التي كانت حليفا بل جزءا من حلف الأطلسي لعشرات السنين الطويلة وكان من المفترض مع الأزمة السورية أن يكون الحلف موجودا لحماية تركيا في مواجهة تطورات الأزمة في سوريا لكن نفاجأ أن الطعن النجلاء جاءت من الحلفاء وأن انقلابا عسكريا مدبرا بإتقان لسحق الشعب التركي ولدماره وليس الانقلاب كان المقصود منه تغيير الحاكم من يظن أن في تركيا الانقلاب كان المقصود منه فقط إسقاط حاكم ومجيء بحاكم آخر كان مخطئا لأنه يعرف الوضع في تركيا اليوم يختلف الانقلابات اليوم تختلف عن الانقلابات في الماضي في تركيا الانقلاب يعني حرب أهلية وهم كانوا يقصدون هذه الحرب الأهلية ثم فتحت عليهم جبهة الأكراد وجبهات أخرى أنا أريد أن أقول الإيرانيون ليسوا في منأ عن هذا ربما اليوم ربما اليوم ليس من مصحة الأمريكي والغربي أن ينقض على إيران كما انقض على غيرها من الدول في المنطقة لأنه يريد إيران أن تقوم بدورها الفتنوي بدورها المذهبي الفتنوي لكن حينما ينتهي هذا الدور إيران بالتأكيد حسب قناعتي هي محطة جديدة ليه؟ عموما حتى ونحن نتحدث عن مخططات غربية ضد بلداننا العربية والإسلامية ونقدم الشواهد عليها فإننا بذلك لا نعني ولا نشير إلى المجتمعات الغربية نفسها لأن هذه المجتمعات كما قلنا من قبل تقطعت شوطا كبيرا في احترام القيم الإنسانية وقيم حقوق الإنسان على وجه التحديد المجتمعات بل ولا نعني حتى كامل المؤسسة السياسية في الغرب فهناك سياسيون غربيون يعني كثيرون غير راضين عن أداء مؤسساتهم وإداراتهم وبعض هؤلاء أعضاء في الكونجرس الأمريكي نفسهم في الكونجرس الأمريكي نفسي ولطالما شاهدنا سيناتورات أمريكان يحاكمون أداء حكوماتهم ويرفضون سياساتها إلا أن المشكلة تكمن في الإدارات السياسية نفسها أغلب هذه الإدارات السياسية في الدول الغربية الكبرى خاضعة للأسف لسيطرة لوبيات المال واللوبي الصيوني كما هو معروف لكل دارسية السياسة اللوبي الصيوني هناك له تأثير قوي جداً ولوبي سوق المال والستريت وحين نبدأ اعتراضنا على هذه المخططات والسياسات أو نعمل على كشفها فإننا لا ندعو بذلك إلى معادات المجتمع الغربي لا يمكن وإنما نحاول الحد من السياسات العدوانية التي تثمر تثمر شراً للجميع بما في المجتمع الغربي يعني المجتمع الغربي أحياناً ضحية مثل ما نحن ضحايا لسياسات الإدارات السياسية المتحكمة هناك هو الذي يدفع ثمن الإرهاب هو الذي يدفع ثمن الانتكاسات التي تحدث من حوله ومثل ما قلنا في الحلقة الماضية ارتكاب أخطاء سياسية بسيطة هنا من قبل السياسيين الغربيين كد ترتد على المجتمعات الغربية في نهاية المطاف بآثار سلبية كما تقول نظرية جنح الفراشة وهو ما أكده قبل أيام الباحث والخبير الألماني باحث وخبير في الشؤون الإسلامية لدى منظمة الأمم المتحدة اسمه وينفرد بوغتا هذا البوغتا الذي أجرت معه صحيفة ألمانية حواراً حول الأوضاع في الشرق الأوسط قبل أيام وعن تطورات الصراع السوري قال إن السياسة القمعية التي تنتهجها السلطات الحاكمة ولدت مناخاً يتميز بالإحباط مناخ في الوطن العربي يتميز بالإحباط واليأس والعنف ويجب أن تستعد أوروبا لموجات جديدة من اللاجئين قادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا والموجات الجديدة يعني على حساب المجتمع الغربي ومن المرجح أيضاً أن تتزايد العمليات الإرهابية في أوروبا وهذه أيضاً على حساب المجتمع الغربي كما أن حديثنا عن المخططات الأجنبية ضد بلداننا الإسلامية لا يعني إعفاء أنفسنا من تحمل كدر كبير من المسؤولية عن ما وصلنا إليه يعني نحن كمجتمعات إسلامية كأحزاب كدول منظمات كأفراد كمؤسسات نتحمل جزء كبير عن مسؤولية ما وصلنا إليه وفي مقدمة المسؤولين عن ما وصلنا إليه ذلك الخطاب الديني الذي أسهم في إضعاف قيم التصالح والاعتدال في مجتمعاتنا فكانت النتيجة المزيد من التطرف والمزيد من العدوانية التطرف الذي وظفه الآخر ووظفته أجهزة المخابرة ضدنا في نهاية المطاف يعني حينما نتحدث عن مسؤولية الآخر فيما يجري لنا لا يجوز أن ننسى نصيبنا نحن في هذه المسؤولية نصيبنا فيما أحدثناه لأنفسنا مجموعة الأخطاء وجوانب القصور والضعف والفجوات التي لدينا في ثقافتنا في عقلنا الجمعي في قيمنا الاجتماعية في سلوكنا السياسي كل هذا له دور كبير في حالة الضعف التي وصلنا إليها وينبغي أن لا نكون مثل الأعور ينظر إلى ناحية واحدة ينبغي أن ننظر في الاتجاهين معا في مسؤولية الآخر العدو خارج الحدود وفي مسؤوليتنا نحن كما نقول دائما وكما قال النزار قباني من قبل لم يدخل الأعداء من حدودنا وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا أعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نستودعكم الله نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر